وفق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب في شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية ترتكز فلسفة مشروع القانون على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الرابط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وبإتاحاتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية ويعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافط بناء مصر الرقمية حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدمتها